خلينا نصبح برضو على زملتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على أخبار التقص في القاهرة وباقي المحافظات سبعة الخير يا هالة يا صبعة الفل يا مصطفى صبعة الفل يا منا وصبعة الفل على كل اللي بيشوفونا طبعا بنبدأ الأول بجولة مرورية هالة والحسن الجو برد شواري جو برد قوي أخبار السقيع إيه قوي قوي وفي برد يعني في برد كمان معنا بس إحنا طبعا يعني دكتورة منارقلت لنا مبارح إحنا مكملين في الجو ده لغاية آخر الأسبوع فنستحمل بقى يعني حالة السقيع يعني معها كمان رياح شديدة برضو بتحسسنا بالبرد أكتر فعلا بتحسس بالبرد أكتر ده حقيقي العموم إحنا هنستعرض الأول مع حضراتكم جولة في أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر وطبعا بنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة تحديدا من كبري أكتوبر اللي بيشت حاليا كسفات مرورية وتباطئ في حركة السيارات أعلى الكبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة وحتى مدينة ناس شارع رمسيس أيضا بيشهد كسفات مرورية تبدأ تقلي تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة كبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كسفات مرورية أما شارع بورسايد من نزلة كبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمرة وفيه كسفات نسبية عند الويلي والحد كبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد فيه كسفات مرورية بسيطة ومتقطعة أما المتجه إلى المؤسسة ففيه سيولة مرورية معدى بعض الكسفات عند منطقة المظلات هنستكمل جوليتنا دلوقتي في محافظة الجيزة الطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية معدى بعض الكسفات عند النزلات ولكنها متحركة نحو الـ 26 يوليو المتجه إلى أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لكن المتجه للمهندسين فيه كسفات معتادة قبل طلعة الدائري ومدان لبنان والغاية نادي الزمالك كمان شارع الهرم بيشهد كسفات مرورية والكسفات دي بتزيد مع ساعات الزروة الصباحية باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات وفيه كسفات للمتجه لكبري الجيزة المعدنية وكمان بتظهر كسفات تانية في شارع السودان والغاية جامعة القاهرة ومدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاء ومبابا أما محور صفت ففيه كسفات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة تعالوا نروح مع بعض دلوقتي محافظة الأسكندرية فيه كسفات مرورية عند كبري ستانلي وعلى طول الكورنيش فيه كسفات متفوتة عند الإشارات بطول الكورنيش أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية شارع جمال عبد الناصر فيه كسفات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب وكمان نفس الأمر فيه شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كسفات مرورية ولكنها متحركة وهنكمل جولتنا مع حضراتكم هنروح دلوقتي أسوان وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد فيها الطريق سيولة مرورية على طول الشارع هنلاحظ أن فيه كسفات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كسفات مرورية كمان أيضا فيه كسفات مرورية فيه شارع الحددين وشارع الإمام الشفعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي فيه أيضا بعض الكسفات المرورية كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال التقس نهاردة التقس هيكون بارد نهارا على إقاهرة كبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية وشمال السعيد فيه النهاردة أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعادية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح الأسكندرية البحيرة كفر الشيخ كمان فيه أمطار متوسطة على مناطق من الدأهلية دومياد ورسعيد شمال سيناء أمطار خفيفة على مناطق من المنوفية والغربية والشرقية والقاهرة وجيزة والأليوبية كمان فيه نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الغربية وشمال السعيد درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 16 وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 23 وأقل لدرجة حرارة في كاترين 9 درجات وطبعا هيبقى معانا نشرة جوية مفصلة فيها كل التفاصيل مع دكتورة منار وده هيكون بعد شوية خليكم معنا